اشتركوا في القناة الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر صدق الله العلي العظيم الذرة التي هي أصغر جزء من العنصر الكيميائي الذي توصل عليه علم البشر إلى الآن الذرة تتألف من قسمين القسم الأول وهو الأهم وسط الذرة قطب الذرة مركز الذرة الذي يسمى بالنواة القسم الثاني الأجزاء التي تدور بسرعة فائقة حول هذه الذرة حول هذه النواة تلك الأجزاء التي تسمى بالإلكترونات هذه الأجزاء التي تدور حول النواة وجودها استمراريتها في هذه الحركة مرهونة بوجود هذه النواة إذا أخذنا النواة من الإلكترونات الإلكترونات أصبحت بدون نواة هذه الإلكترونات تخرج من مدارها الطبيعي بهذه السرعة الخيالية يصطدم بعضها ببعض وبذلك يتولد انفجار كبير وحريق هائل كبير هذه الطريقة بالذات هي الطريقة لصناعة القنابل الذرية وجود النواة في الذرة هو شيء أساسي وجود الذرة بوجودها استمرارية بقاء الذرة باستمرارية هذه النواة هذه النواة لها جاذبة ولها دافعة بهذه الجاذبة والدافعة تحافظ على كيان هذه الذرة هكذا نجد هناك قطب مركز نواة عبر ما شئت في الأرض الأرض لها قطب مركز جاذبية الأرض هي قطب الأرض الكواكب لها قطب لها مركز المنظومة الشمسية قطبها ومركزها الشمس إذا أخذنا الشمس من المنظومة الشمسية دوران الكواكب في المنظومة الشمسية يختل الكواكب تصطدم الكواكب تنفجر الشمس بجاذبية ودافعية متناسبتين تحافظ على كيان المنظومة الشمسية الكواكب تدور ضمن نظام دقيق ما هو المركز لدوران هذه الكواكب الشمس جاذبية الشمس ودافعية الشمس تجعل الكواكب يدور في مدارها الصحيح المجرات كل مجرة لها قطب لها مركز سؤال هل لعالم الإمكان قطب عالم الإمكان يعني كل ما سوى الله سبحانه وتعالى بعبارة أخرى المخلوقات بأجمعها مخلوقات الله سبحانه وتعالى ما خلقه الله عز وجل المخلوقات بأجمعها تسمى بالعالم وتسمى بعالم الإمكان عالم الإمكان العالم له نوات له قطب يدور هذا العالم حول هذا القطب أم لا الله سبحانه وتعالى الذي ما نسي حتى الذرة الصغيرة إلا وجعل لها نواتا تدور الإلكترونات حول تلك النوات إلا وجعل لها قطبا المحافظة على هذه الإلكترونات تكون بسبب وجود هذا القطب الله حتى الذرة ما نسيها جعل لها قطبا هل ينسى هذه الخلائق ويتركها بدون قطب حاشا لله عز وجل بل الله سبحانه وتعالى الذي جعل لكل شيء نواتا ومركزا وقطبا هو الذي جعل لكل هذه المخلوقات قطبا ما هو هذا القطب الذي تدور حوله المخلوقات عالم الإمكان هذا القطب الذي بوجوده توجد هذه المخلوقات الذي إذا سلب تنعدم المخلوقات هذا القطب يلزم أن يكون أول شيء خلقه الله عز وجل ويلزم أن يبقى إلى آخر شيء يبقى في هذا العالم لأنه القطب ما هو هذا القطب قطب عالم الإمكان هو الحجة الذي خلقها الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء والحجة لا تزال والحجة ستبقى إلى آخر الدنيا ما هي هذه الحجة التي هي أول ما خلقه الله سبحانه وتعالى جابر بن عبد الله الأنصاري رضوان الله عليه سأل هذا السؤال من رسول الله صلى الله عليه وآله سأل أول ما خلقه الله عز وجل ما هو فقال النبي الأعظم صلى الله عليه وآله نور نبيك يا جابر أولا خلق الحجة ثم خلق بقية الأشياء لأن الحجة هي القطب لا يمكن أن تبقى الأشياء بدون القطب هكذا اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى وكل إمام في عصره هو القطب لعالم الإمكان في عصرنا هذا الخلائق تبقى توجد وتبقى ببقاء حجة الله عز وجل على هذا العالم الحجة على هذا العالم في هذا العصر هو الذي يعبر عنه البعض بقطب عالم الإمكان هو الحجة لله عز وجل هو بقية الله الإمام الحجة بن الحسن المهدي المنتظر صلوات الله عليه وأرواحنا فداه الحجة المنتظر أرواحنا فداه وصلوات الله عليه لو أخذ من هذا العالم فسيصطدم البشر بالجن الحيوانات بالجمادات الملائكة بالشياطين الكواكب بالنجوم لساخت كما في الأحاديث الشريفة المستفيضة بل ربما المتواترة لو للحجة لساخت لا تبقى الأشياء على حالها بوجوده يبقى كل شيء في مكانه المناسب هكذا أراد الله سبحانه وتعالى هذه إرادة الله في الخلق بوجود الحجة يستمر الدين بوجود الحجة يستمر الحياة التكوين والتشريع يوجدان بوجود الحجة ويستمران باستمرار وجود الحجة ولذا الله سبحانه وتعالى ما جعل الدنيا عالم الدنيا لا أقصد الكرة العرضية ما جعل الدنيا تخلو من الحجة طرفة عين لا يبقى في الدنيا شيء بل حسب ما نعتقده نحن طبقا للروايات الشريفة الأحاديث الشريفة الواردة عن رسول الله وأهل بيته عليه الصلاة والسلام الإمام ينام ولكن لا ينام مثل نومتنا الإمام ينام ولكن قلبه يقض طيلت وقت النوم ولكن أذنه تسمع ولكن عينه ترى يطبق عينيه ولكن عينه ترى هذا العالم كله متوقف على هذا الإمام لا يمكن أنه لحظة واحدة يسلب ولو سلبا قلبيا من هذا العالم البعض يتصور أن الإمام هو الحج على البشر والجن فقط حاشا الحج هو حجة على كل الخلائق عالم الملائكة لو أردنا أن نصور عالم الملائكة بتصوير قريب إلى الذهن نصور وزارة معينة في حكومة هناك عشرات من الموظفين كل موظف له دور معين يؤدي دوره حسب الوضع المقرر له المقنن له ولكن تأتي إليه حالات قضايا لا يعرف كيف يبت فيها أو أحيانا يعرف ولكنه ليس مخولا في البت في هذه القضية ماذا يصنع يرجع القضية وينقلها إلى المدير المدير يلزم أن يبت في هذه القضية أحيانا المدير أيضا لا يتمكن أن يبت ينقل القضية إلى وكيل الوزارة أحيانا وكيل الوزارة ليس مخولا في البت أو لا يعرف كيف يبت ينقل القضية إلى الوزير نفسه وفي بعض الأحيان حتى الوزير لا يتخذ القرار وإنما ينقل القضية إلى رئيس الحكومة آلم الملائكة هكذا كل ملك يؤدي دوره تعلمون آلم الكون متوقف على الملائكة الملائكة هي التي تدير هذا الكون كل صغير وكبير في هذا الكون تديره ملائكة الملك يؤدي دوره وكل ملك يؤدي دوره ولكن تأتي قضايا القضية أكبر من حجم الملك أو الملك لا يعرف كيف يحل هذه المشكلة كيف يؤدي هذا الدور ماذا يصنع في الملائكة مراتب ليست بالعشرات ربما بالآلاف ربما أكثر مراتب الملائكة كثيرة جدا الملك ينقل القضية إلى من هو أعلى منه أحيانا ذاك أيضا لا يتمكن ينقل إلى من هو أعلى وهكذا القضايا أحيانا تتدرج إلى أن تصل إلى سادات الملائكة إلى جبرائيل إلى إزرائيل إلى ميكائيل إلى إسرافيل سادات الملائكة يبتون في هذه القضية ولكن سادات الملائكة أحيانا تحدث لهم ظروف حالات قضايا لا يتمكنون أن يبتوا فيها ماذا يصنعون يرجعون هذه القضية إلى شخص له أدات بهذه الأدات يعرف إرادة الله سبحانه وتعالى من هو هذا الشخص الذي يمتلك هذه الأدات جبرائيل لا يمتلك هذه الأدات رغم عظمته سيد الملائكة جبرائيل ولكنه لا يمتلك شيئا به يعرف إرادة الله سبحانه وتعالى دائما جبرائيل يتلقى الأوامر هو لا يمتلك الأدات من هو الذي يمتلك أداتا بها يعرف ماذا يريد الله يعرف إرادة الله هو النبي والإمام قلوبنا أوعية لماذا لمشيئة الله وعاء لإرادة الله لمشيئة الله ما الذي يريده الله سبحانه وتعالى النبي والإمام يرجعان إلى قلوبهما يعرفون إرادة الله الله سبحانه وتعالى جعل قلب الإمام ضرفا لإرادته جبرائيل إذا احتار يرجع إلى الإمام يسأل من الإمام ما الذي أراده الله سبحانه وتعالى في هذه القضية الإمام يحل الإمام يرجع إلى قلبه فيعرف إرادة الله سبحانه وتعالى قلوبنا أوعية وعاء أوعية لمشيئة الله فحتى الملائكة ترجع إلى الإمام هذا المعنى ليس مني هذا المعنى ورد في الأحاديث الشريفة ورد في النصوص المقدسة ورد في بعض الآيات القرآنية نقرأ نحن في شهر شعبان في الصلوات الشعبانية التي وردت عن الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه الصلاة والسلام نقرأ في بداية هذه الصلوات المباركة التي تقرأ عند الزوال في كل يوم من أيام شعبان نقرأ في بدايته في بداية هذه الصلوات نقرأ اللهم صلى على محمد وآل محمد شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة مختلف الملائكة يعني محل تردد الملائكة هل الإمام له ديوان لاستراحة الملائكة الملائكة تتردد تستريح كلا الملائكة مخلوقات دائمة الشغل دائمة العمل الملائكة لا تستريح لماذا الملائكة تتردد على الإمام لماذا محمد وآل محمد صلى الله عليه أجمعين هم مختلف الملائكة محل تردد الملائكة الملائكة تأتي تأخذ أوامر تأتي لعمل لشغل في زيارة من زيارات سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام نقرأ هذه العبارة وربما في أكثر من زيارة نسلم على الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام لأنه أحد المعصومين الأربعة عشر الذين يمتلكون هاكذا قلب قلوبنا أوعية لمشيئة الله نقرأ في زيارته السلام عليك يا حجة الله في أرضه وسمائه عرفنا أن الإمام هو حجة الله في أرضه حجة الله على البشر على الجن ما هو معنى حجة حجة الله في سمائه من معاني هذه العبارة أن الملائكة هناك حج عليهم الإمام الحسين في زمنه هو حجة الله على الملائكة الملائكة تأخذ أوامر منه كما أننا نأتمر بأوامر الإمام الحسين كذلك الملائكة تأتمر بأوامره ليس حجة فقط على البشر الآية المباركة تنزل الملائكة والروح فيها في ليلة القدر بإذن ربهم من كل أمر الملائكة والأعظم من الملائكة وهو الروح هذا الروح غير الروح التي فينا الروح التي فينا هي كلمة مؤنثة أما الروح نقول هذا الروح لا نقول هذه الروح هذا الروح الذي هو أعظم من الملائكة ما هو؟ شيء مخلوق أعظم من الملائكة الملائكة ولا نعلم عددها والروح وهو مخلوق أعظم من الملائكة كما في الأحاديث الشريفة تتنزل تتنزل على من؟ في ليلة القدر تتنزل على من؟ في زمن النبي صلى الله عليه وآله كانت الملائكة تتنزل في ليلة القدر على رسول الله صلى الله عليه وآله لأنه الإمام في ذلك العاصر بعد النبي هل نسخت هذه الآية؟ هذه الآية خاصة بزمن النبي؟ أبداً ما ورد أي دليل على نسخ هذه الآية بل الأدلة على استمرارية هذه الآية كما أن ليلة القدر ما كانت خاصة بزمن النبي صلى الله عليه وآله استمرت في كل سنة هناك ليلة هي ليلة القدر كذلك نزول الملائكة في ليلة القدر هذا مستمر تنزل على من؟ بعد رسول الله كانت تنزل على وصية رسول الله على الإمام في ذلك العاصر وهو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلى الله عليه من بعد أمير المؤمنين كانت تنزل على الإمام الحسن من بعد الإمام الحسن تنزل على الإمام الحسين في عصرنا هذا في كل سنة لا نعلم ملايين من الملائكة آلاف من الملائكة سادات الملائكة فقط أم جميع الملائكة لا نعلم ملائكة والروح تتنزل على صاحب الزمان في هذا العاصر على قطب عالم الإمكان على مركز هذا العالم وهو الإمام الحجة بن الحسن المهدي المنتظر أرواح نافده الملائكة تنزل عليه كل شيء مأمور بالإطاعة لأهل البيت الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام في حديثه يقول والله ما خلق الله شيئا إلا وأمره بالطاعة لنا كل شيء حتى الملائكة فنعرف معنى السلام عليك يا حجة الله في أرضه وسمائه غطب كل هذا العالم حتى الملائكة ولكن تمضي علينا مئات السنوات وعيوننا محجوب عن النظر إلى هذا الإمام يمضي علينا ألف ومئة وستة وسبعون آمن وعيوننا محجوبة عن النظر إلى هذا الإمام عن النظر إلى هذه الشمس في هذا الكون ما الذي حجب عيوننا عنه هو يرانا ونحن لا نراه أو نراه ولا نعرفه لا نعرف شخصه نعرفه هو ابن الإمام الحسن العسكري حفيد الإمام الهادي هو ابن الحسين هو ابن فاطمة ولكن لا نعرف شخصه ما الذي حجبه هذه العيون عن النظر إلى الإمام أعمالنا حجبت قلة توجهنا إليه حجبت ليتناه كنا أولا ندعو وثانيا نسعى الدعاء والسعي الدعاء لأن الله سبحانه وتعالى يقول قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاكم والسعي لأن الله سبحانه وتعالى يقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ليتنا كنا ندعو ونكثر الدعاء لتعجيل فرج الإمام كما ورد الأمر بذلك في توقيع شريف صادر من الناحية المقدسة وليتنا كنا نسعى بأعمالنا بأعمالنا بتهذيب نفوسنا بانقلاعنا شيئا فشيئا عن الدنيا وعن ملذات الدنيا المحرمة الملذات المحللة لا بأس بها بالمقدار الذي يتوقف تتوقف حياة الإنسان على الدنيا لا بأس ولكن حياة الإنسان غير متوقفة على المحرمات يمكن للإنسان أن يستمر في حياته استمرارا طبيعيا بالمحللات ليتنا كنا نسعى بتهذيب النفوس وانقلاعها من الملذات المحرمة ندعو ونسعى حتى لا تبقى هذه الشمس المضيئة محجوبة عن أعيننا حتى لا تحجبها السحب سحب الظلام ظلام الجهل ظلام الذنوب ظلام العصبية ظلمات والعياذ بالله هذه الظلمات كالسحب التي تحجب الشمس صحيح أن آثار الشمس تبقى حتى لو كانت هناك حجب لو كانت هناك عشرات الطبقات من السحب هل تتمكن أن تحجب كل فوائد الشمس؟ لا ولكن بعض فوائد هذه الشمس تحجب إذا كانت هناك سحب متراكمة الإمام فوائده موجودة هو قطبة على الإمكان وجود كل شيء متوقف بإذن الله سبحانه وتعالى على وجود الإمام ولكن هناك فوائد كثيرة محجوب عنه بسبب احتجاب الإمام عنه بسبب أننا لا نلتقي به ليتنا كنا ندعو ونسعى حتى يعجل الله سبحانه وتعالى فرج هذا الإمام العظيم نسأل الله سبحانه وتعالى بحق محمد وآل محمد اللهم صلى على محمد وآل محمد وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد اللهم أعطه في نفسه وذريته وشيعته ورعيته وخاصته وعامته وعدوه وجميع أهل الدنيا ما تقر به عينه وتسر به نفسه وبلغه أفضل ما أمله في الدنيا والآخرة اللهم احفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته اللهم أرن الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واكحل نواظرنا بنظرة منا إليه وعجل فرجه وسهل مخرجه إنك مجيب الدعوات والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة